الأمم المتحدة وأمال معلقة على مسار التفاوض بليبيا تدعو المنظمة الدولية الأطراف المتنازعة إلى توصل الاتفاق النهائي ومتوازن بتشكيل حكومة وفاق وطنية تقود البلاد إلى فترة انتقالية تطوي صفحة إحدى أخطر الأزمات التي عصفت بليبيا في منتجع سخيرات بالمغرب بيرناردينو ليون يعد للفصل الأخير من مسلسل كابدة من أجل إخراجه تيلة أشهر طويلة لم يكن طريقه خلالها مفروشا بالورود سعى ليون في أكثر من مناسبة لتجنب إعلان فشل المفاوضات تحمل انسحابات وتراجعات وهو يأمل اليوم في إعلان التشكيل الحكومي والانطلاق سريعا في تنفيذ بنود خارطة طريق شديدة التعقيد في هذه الأثناء كان مقر المؤتمر الوطني المنتهي ولاية بيترابلس هدفا لتفجيرا خلف جرح وعلامات استفهام عدة ليس أقلها مدى قدرة أي حكومة مقبلة على ضبط الأمن وإعادة الاستقرار في البلاد فالتنظيمات المسلحة بما في ذلك داعش لا تزال تحكم السيطرة على مناطق متفرقة من البلاد انهيار الوضع الأمني يلقي أيضا بذلاله على الملف الاقتصادي فليبيا علشف الإفلاس بسبب انسحاب المستثمرين الأجانب وتعاطل إنتاج النفط والغاز ساعات قد تكون حاسمة في تاريخ ليبيا ساعات يصفها ليون بالفرص الأخيرة لم يفصح الدبلوماسي الإسباني عن السيناريوهات الأخرى بل لا يريد الرجل التفكير فيها أصلا